إذن خليتكلم بهذا الفيديو إنه كيف تقوم بعمل كلون لأي مشروع معين خلينا بدي أذهب على الgets الخاص بنا هنا أوكي أوكي على تيكنو here is techno here is repo أوكي فمثلا عندك الآن مشروع تريد إنه تعمل لكلون على سبيل المثال عندنا هذا البرنامج أو هذا الريبو قم بفتحه اللي هو public في الأساس ومثل ما تلاحظ تعليق فقط واحد قمت بوضعاني لأن قمت بتحليمي للملفات من هنا يعني منوالي فالآن طبعا أضغط هنا على الكود وابدي أخذ هذا الURL هذا الURL يبدي تقدر من خلاله إنه أنت تقوم في أوكي إنه أنت تقوم في عملي كلون إليه فأعمل له كوبي ثم على ذلك أرجع على الgethub هنا وأقل له من هنا على file وأقل له clone repo لما أنت يقل له clone repo ففي الأساس رح يقل لك أوكي الريبو أنا متصل في الأكاونت مالتك وهذه الريبو اللي موجودة عندك عندك اثنين عندك مشروعين في الأساس مستودعين على الأكاونت مالتك أنا أقدر أنه أحددت لك عليهم بشكل تلقائي تقدر تبحث حسب الاسم أقل له أكي أنا عندي URL أستطيع أنه أعمل cloning ضمن URL فأبدأ أعمل paste على URL هذا أوكي ثم على ذلك أعمله cloning طبعا هو في الأساس رح يعمل cloning إليه بهذا الاسم ضمن مجلد الgethub اللي إحنا شفناه سابقا فأعمل cloning إليه والآن طبعا رح يبدأ يعمل لك cloning اللي إحنا شفناه سابقا أوكي فقط انتظر بعض الوقت يحتمد على الحجم الريبو في الأساس حتى ينتهي من عملية cloning أوكي جيد الآن طبعا انتهى من عملية cloning مثل ما تلاحظ هذا هو المشروع الخاص بي وهذه هي المشاريع السابقة اللي كنت أشتغل عليه الآن اللي إنت تتشتغل حاليا على المشروع اللي إحنا عملناه cloning حاليا فلو تبدي ترجع على location اللي إنت حفظت فيه بطبيعة الحال المشروع ستشوف أنه تم عمل أو تم جلب أو عمل cloning إلى project weather app c-sharp windows 4 لو تقوم بفتحة راح تشوف أنه بالفعل هذا هو المجلد الخاص في الget وهذا هو المجلد الخاص في المشروع بطبيعة الحال ترجمة نانسي قنقر